وصفت روسيا التقارير الإعلامية القادمة من لندن بالاستفزازية والمثيرة للقلق والتي زعمت أن بريطانيا منحت طيارها المشاركين في العمليات الجوية ضد تنظيم الدولة في العراق الضوء الأخضر لاستهداف الطائرات الروسية وبينما سرعت موسكو بطلب توضيحات من لندن بشأن ما جاء في تلك التقارير المنسوبة إلى كبار أعضاء الحكومة البريطانية نفى المتحدث باسم حكومة المملكة المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموال صحة تلك التقارير التي وصفها بغير الدقيقة المتحدث البريطاني ذكر في بيان له أن الملحق العسكري البريطاني لدى موسكو التقى مسؤولين من وزارة الدفاع الروسية حيث طلبت الحكومة الروسية تفاصيل حول قواعد الاشتباك لطائرات السلاح الجو الملك البريطاني في العراق البيان أضاف أن الملحق العسكري أكد قلق الحكومة البريطانية إزاء العملية العسكرية الروسية في سوريا بما في ذلك استهداف جماعات المعارضة المعتدلة باستخدام أسلحة غير موجهة تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين يذكر أن تلفزيون الروسي قد نقل عن سفير موسكو في لندن أليكسندريا كوفينكو استغرابه لفرضية نشوب صدام محتمل بين الطائرات الروسية والبريطانية في أجواء العراق قائلا من المعروف أن سلاح الجو الروسي لا يشارك في توجيه ضربات لمواقع التنظيم في أراضي هذه الدولة ترجمة نانسي قنقر